من سنة 47-48 أيه بصوا من 47-48 بداية بطولة الدوري لغاية موسم 66-67 يعني من بداية الدوري لغاية ما توقفت المسابعة بسبب ناكسة يونيا من 48-49 عفوا لغاية 66-67 كان اتحاد الكرة يا جماعة عشان الناس بتكلم على استقرار اتحاد الكرة هو الزمالك رئيس اتحاد الكرة هو رئيس نادي الزمالك بجد الزمالك هو اللي بيدير الكرة هو اللي بيدير اللعبة محمد حيضر وزير الحربية رئيس نادي الزمالك رئيس اتحاد الكرة بمنتهى الوضوح طب الأهلي والمنافس المباشر بالنسباله هو اللي بيدير الأهلي كان عامل ازاي اظن ما فيش عكابتن احمد استقرار اكتر من كده ده يعني الحطة اللي في النص تشالت الدنيا فتحت على بعضها ووسعت النتيجة كانت ايه؟ خلال هذه الحقبة ترأس حيدر باشا اتحاد الكورة من 37 لغاية 52 كم سنة؟ وتخلالها في عام 44 ترأس الاتحاد فؤاد باشا سراج الدين لمدة سنة انما الفترة كلها حيدر باشا رئيس اتحاد الكورة ليه كم سنة؟ يعني من 37 ل 52 دي الفترة طويلة هي قبل بداية الدورة كمان 25 سنة طيب الاهل فاز بطولة الدورة في وجود حيدر باشا رئيس الهد الزمالك هو اللي بيدير فاز الاهل بالدورة كم 48 49 49 50 50 51 ثلاث مرات ثلاث سنين الاهل بطل للدورة ورئيس الزمالك هو رئيس اتحاد الكورة بينما الزمالك لم يفز بالدورة ورئيسه هو رئيس الاتحاد ده اللي الكابتن احمد سليمان الاهل فاز بطولة الدورة القاهرة مرة واحدة 49 50 وفاز بكاس مصر ثلاث مرات 48 49 49 و 49 50 و 51 يعني في خلال حيدر باشا رئيس الاتحاد الكورة هو رئيس نادي الزمالك الاهل يواخد سبع بطلات والزمالك يا باش مهندس واخد خمس بطلات ورئيس هو رئيس الاتحاد كلهم فاز بطولة دورة القاهرة اربع مرات وفاز بطولة الكاس وحده 50 52 وما شافش الدورة خالص اذا دي الحقبة المهمة جدا اللي فيها قمة الاستقرار لنادي الزمالك لكن يبقى البطل هو الاهلي اعتقد رد التاريخ المهم انا عايز اتوقف فينا اللحظة اه في فطر التواجد حيدر باشا رئيسا لنادي الزمالك ورئيسا لاتحاد الكورة مسؤولا عن الكليا حربية خد اهم ثلاث لعبة من نادي الاهلي جندهم دخلهم لهم يكن حسين زكي عثمان على الحمول على الحمول وبعدين احمد عفت خد احمد عفت واحد كامل بعدين خلاص حلم بعد كده خاص بعد كده ملحقش حيدر خاص لا ملحقش حيدر بقولك يعني لحد دلوقتي مأولى لعيب اتنقل من زمارك الاهلي اول لعيب كان كابتر ضعب العلي طيب اذا شفنا فترة حيدر باشا بعد حيدر على طول تولى عبد العزيز عبدالله سالم رئاسة اتحاد الكورة من صيف 52 لفبراير 58 وده برضو شخصيزة ملكوية مش اهلوية في هذه الفترة الالف هزب الدوري اربع مرات يعني الست سنين اللي عزيز عبدالله سالم رئاس اتحاد الكورة في ست سنين اللي هل ياخد الدوري اربع مرات 52-53-53-54-55-56-56-57 وخد كاس مصر مرتين 56-57 اعتقد الدوري ماكملش عشان العدوان طيب لا كمل اجمالي بطولات الاهلي ست بطولات خلال هذا الفترة دور القاهرة خد ستة مع عبدالعزيز اه اجمال الزمالك ثلاث بطولات ستة تلاتة يعني في قمة الاستقرار احنا كده يا جماعة الهدف في فلسفة الكلام ده ايه جدارة الاهلي بالبطولة الاهلي ما بياخدش البطولة عشان الزمالك عنده ظروف الاهلي بياخد البطولة لانه هو البطل الزمالك في قمة عنفوانه رئيسه هو رئيس اتحاد الكورة والاهلي بيبقى بطل ده الدفاع عن قيمة الاهلي وجدارة بطولاته واللي عملوه عظماء الاهلي في تاريخ الكورة انما يتفهم ان انا عشان تعبان انت بتاخد بطولة لا ام وقف وانا باخد بطولة وانت واقف ام في افضل حالاتك وانا باخد بطولة في افضل حالاتك خلينا في منافسة قوية جدا بان احنا الاثنين والشاطر يكسب والشاطر دايما الاهلي يا زبراهيم الدوري من 48 ل 60 ها كم دوري 9 دوري كاملة اللي له يبقى فيه اتنين دوري ما تلعبوش ما تلعبوش واحد وخمسين اتنين وخمسين لا فيه اتنين دوري ما تلعبوش ما حدش خدهم غير الاه يا عايز اقول لم يفوز احد بالدور غير نادي الاه فيه سنة العدوان الدوري ما ماكمل لا هو واحد وخمسين اتنين وخمسين عشان دورة هلسنك واثنين وخمسين واربعة وخمسين وخمسين ماشي عشان الازمة بتاعت ايزا ايزا انا عايز اقول ايه ان الدوري الاهلي خده وتسع مرات ما حدش تاني خده وسنتين ماكملش اي طيب شفنا هزا الحقبة بهذا يعني العلاقة مع السلطة بعد ثورة يوليا تولى المشير عبد حكيم عامر رئاس اتحاد الكورة يعني في خضم الثورة بعد اتنين وخمسين تولى في تمانية وخمسين وهو بالمناسبة حدر فاشو يعتبر خالو عايز افرق لحظة اه في الخمسينات وبدأت الستينات ها تعاقب على رئاس نادي زر مالك عبداللطيفة برجيلة وعيلو جزار اتنين من كبار رجال الاعمال اشأقول احسن مين ولا مين وبينهم عشرين اربعين خمسين سنة مناخ غير المناخ افضل ظروف غير الظروف كابتن اكرامي ولا محمد الشناوي مين قال ينفع على فكرة في كرة القدم كل حاجة تغيرت الكرة اللي كان بيلعب بيها الكابتن الخطيب وعلى عزيز عبدالشاف وطهر الشيخ غير الكرة اللي بيلعب بيها دلوقت البول نفسها الكرة ناهيكم على انه ارضية الملعب بتتغير الطب الرياضي بيتغير التدريبات بتتغير القدرات العضلية بتتغير طريقة اللعبة بتتغير حوافز البطولات بتتغير دوافع ونظام الاحتراف بيتغير المسابقات والمنافسات وشكل المنافسين انتو بتتكلموا في حاجة كل الاطراب بتاعت ده قانون اللعبة بيتغير فازاي فعلا الناس الهدف انك انت عايز تاخد انطباع ما او تتقلل من شأن حد فتخطه مقرر مع حد انت عندك هدف مش سليم ومش نقي عندك هدف مش بريء حمد صلاح نموذج استثنائي في تاريخ الكرة في مصر لا يقارن باي حد في مصر يعني اقرب الاجيال له مثلا محمد ابوتريكا ولعب معها ما ينفعش يتقرنوا ببعض ده واحد لعب في اوروبا في دوريات كبيرة تعرض لمنافسات مختلفة لعب تحت ظرفه مختلف مع مدربين ومنافسين وزملاء في الملعب مختلفين فما يتقرنش مع حد في الداخل فما قال ان انتو بتقرنوه عبر اجيال بينها 30-40 سنة ده جزء من يعني سفه كبير في التفكير وبيد يعني ارجو ان احنا نكف عن كده لانه فيه نوع من الفلس وفيه نوع من اللا منطق على الاطلاق مقارنات غريبة جدا بين رئيس نادي دلوقتي ورئيس نادي كان في الخمسينات طب ازاي ماهداش تغل في الظرف غير الظرف وامكانات غير الامكانيات ومناخ سياسي مختلف ومناخ اقتصادي ومناخ رياضي ومناخ سياس colours